الدرس الثاني المحافظة على التنوع الحيوي سأتعلم في هذا الدرس أن المحميات الطبيعية وجدت لحماية التنوع الحيوي وأن بعض النباتات والحيوانات لم تعد موجودة كما سأتعلم أن حماية التنوع الحيوي ضروري لأنه مهم للبيئة أستكشف كيف أميز الحيوانات المنقرضة أشياء أحتاج إليها مقص، أقلام تلوين، سمو، كرتونة كبيرة مجموعة صور حيوانات أنا أعمل أحضر لوحة كرتونية كبيرة ومجموعة من صور الحيوانات أكتب عنوانا لللوحة التنوع الحيوي وأكتب على اليمين كائنات حية موجودة وعلى اليسار كائنات انقرضت أتفحص الصور جيدا أستخدم المقص بقص صور الحيوانات أتوقع أسق صور الحيوانات المنقرضة في الجهة اليسرى لللوحة وصور الحيوانات التي نراها الآن في الجهة اليمنى أستنتج ما الذي جعل تلك الحيوانات تنقرض وهل يهدد الإنقراض غيرها؟ ما أهمية التنوع الحيوي؟ تعد الثروة النباتية والثروة الحيوانية من الموارد البيئية الحية ويضم كل منها أعدادا كبيرة من الكائنات الحية والتنوع الحيوي كائنات حية متنوعة تعيش في بيئة معينة للتنوع الكبير في أعداد النباتات والحيوانات أهمية بالنسبة للبيئة لعند القراض نوع من الكائنات الحية فإن الكائنات الأخرى التي تعتمد عليه تتأثر بذلك بنسبة كبيرة فتتناقص أعدادها ما أهمية المحميات الطبيعية؟ تتهرز كثير من الأحياء إلى الإنقراض نتيجة تأثرها بعوامل البيئة وملوثاتها فتلجأ الكثير من الدول ومنها بلدنا العزيز العراق إلى إنشاء المحميات الطبيعية فهي مواقع لحماية الكائنات الحية من الإنقراض والمحافظة على التنوع الحيوي عاشت على الأرض قبل زمن طويل حيوانات ضخمة تسمى الديناصورات وقد عثر على آثارها وبقايا عظامها في الصخور والماموث من الحيوانات المنقرضة وهو يشبه الفيل الموجود في الوقت الحاضر للحفاظ على الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض أنشئت المحميات الطبيعية التوفر المحمية للحيوان فرصة المأوى والغذاء والتكاثر كما أنها توفر له الحماية من اعتداء الصيادين عليه وهناك حيوانات أخرى كثيرة لا توجد إلا بالمحميات الطبيعية مثل الغزلان وحيوان الباندا من الحيوانات المهددة بالإنقراض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر